موسيقى مولا مباشرة أهلا بكم إلى نشرة الظاهيرة تتابعون في أمبرد العنو الإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى لبعض المقترحات المرتبطة بمدونة الأسرة تنبثق من اختصاصات إمارة المؤمنين وتكرس فضائل الاجتهاد والاعتدال من أجل المصلح الفضلة للأسرة المغربية موسيقى بيبوسكورة ينظم المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس الأيام العلمية الأولى للمستعجلات عروض علمية وورشات تطبيقية بحضور أساتذة وأطر طبية حول أهمية دور قسم المستعجلات في العملية الاستشفائية موسيقى الملعب الكبير بأجادير يحفظن بعد دهر اليوم المباراة النهائية لنيل كأس العرش مواجهة بطعم خاص فريق الجيش الملكي لتدارك ضياع لقب البطولة والرجاء لتحقيق الإزدواجية نستهل النشر ببلاغ من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن فيه أنه على إثر الإعلان عن وفاة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا لطيفة تغمدها الله بواسع رحمته تمت ملاحظة الاستعمال المؤسف وغير المناسب في وسائل التواصل الاجتماعي لغيزوسيو لصور غير حقيقية وكاذبة نسبت لسمو الأميرة الرحلة لذا ندعو جميع المواطنين لاحترام القوانين ذات الصلة ومراعاة ظروف الحداد التي تعيشها الأسرة الملكية الشريفة أصدر أمير المؤمنين جلالة الملك رئيس المجلس العلمي الأعلى توجيهاته السامية للمجلس قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مخترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة ورفع فتوا بشأنها للنظر السامي لجلالته تجسيد لحرص ملكي على توسيع المصاري التشاوري المؤسساتي وفق مقاربة تعتمد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء بهدف تحصين مؤسسة الأسرة خديجة الجمالي وجهاد ليبري إحالة ملكية سامية تنطلق من جوهر إمارة المؤمنين وحرص جلالة الملك محمد السادس نصره الله على توسيع المصاري التشاوري بخصوص مراجعة أحكام مدونة الأسرة بما يستجيب لانتظارات عموم المواطنات والمواطنين تكليف للمجلس العلمي الأعلى هو تفعيل لأدوار المؤسسات الدستورية الوطنية ودعوة إلى التفكير الجماعي التشاركي لمراجعة مدونة الأسرة حصر الإحالة على المجلس العلمي الأعلى فيما يتعلق بالنصوص الدنيا هو ضمن يندعوه إلى المزيد من الانفتاح فيما يتعلق بالبنود الأخرى وهو أولا وأخيرا سيجمع الروح الدستور مؤسسة إمارة المؤمنين وحنا لنا اعتقاة كاملة في قائد البلاد وفي علماء الأمة أنهم سيسعون جاهدين إلى ما فيه الخير للأسرة المغربية بكل مكونتها من رجل ومرأة وطفل استشارة المجلس العلمي الأعلى في بعض المقترحات المرتبطة بنصوص دينية تهدف إلى إشراك العلماء من خلال إطارهم المؤسساتي في التفكير التشاركي لمراجعة مدونة الأسرة فيما يتعلق باختصاصهم في إطار الإجتهاد لاستنباط مصلحة الأسرة من تعاليم الدين الإسلامي ووسطية أحكامه واعتدال منهجه وجود أسرة سليمة يستلزم حماية لحقوق أفرادها وهذه الحماية تندرجو ضمن حقوق الإنسان وجلالة الملك نصره الله جعل النهوض بحقوق الإنسان ضمن المشروع الديمقراطي المجتمعاتي الحادثي وخصوصا حماية حقوق الأفراد داخل الأسرة بإنصاف المرأة بحماية حقوق الطفل بسيانة كرمات الرجل إحالة تفتح باب الإجتهاد في القضايا المرتبطة بأحوال الأسرة المغربية وفق مقاصد الشريعة الغراء وفضائل الاعتدال والاجتهاد بشكل يقدم حلولا راهنة لإشكاليات معاصرة لمزيد من التوضيحات يحضر معنا في بلاتوة الظهيرة السيد العربي المدن رئيس المجلس العلمي المحلي للرباط مرحبا بك معنا سيدي أهلا بك إذن الإحالة الملكية لبعض مقترحات مراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى هي مقاربة ملكية تنفرد بطبعها الشمولي الاعتدالي والتوافقي وسؤال هنا أين تتجل أهمية هذه الإحالة الملكية التي تطلق من جوار اختصاصات أمير المؤمنين وحرسه على توسيع النطاق التشاوري بهذا الخصوص بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين جوابا على سؤالك أخت الكريمة نحن نرى ونعترف بأن المملكة المغربية الشريفة هي أمة فعندما نقول أمة أمة تضرب في التاريخ عند أكثر من 12 قرن نزيد هذه الأمة لها مؤسسات من جملة هذه المؤسسات مؤسسة المجلس العلمي الأعلى ومن جملة أيضا مؤسسة رئاسة الحكومة ومؤسسة الملكية وغير ذلك من هذه المؤسسات إذن فهذه الأمة المغربية الشريفة أنها تسير في خط مستقيم مع مقتضيات هذه الأمة وطبعا من مقتضيات هذه الأمة هي التمسك بالثوابت الدينية والوطنية هذه الثوابت التي أجمعت عليها الأمة هي يمكن اختصارها في أربعة أشياء أولا الفقه المالكي العقيدة الأشعرية التصوف السني ثم إمارة المؤمنين وعندما إمارة المؤمنين أنها تستشير أو قررت الاستشارة مع المؤسسة الدستورية اللي هي المجلس العلمي الأعلى في بعض القضايا التي تعلقوا بمدارة الأسرة فمعنى هذا أن أمير المؤمنين يريد لهذه الأمة أن تعيش أمنا وأمانا وأن تعيش استقرارا وأن تعيش في جو ملءه السعادة والفرح والأمل طبعا ولهذا فكل واحد هنا ينبغي أن يتحمل مسؤوليته طبعا إمارة أمير المؤمنين نصره الله وأيده أنه رأى ما تمخذ عنه استشارة واسعة للهيئات الوطنية والمجتمع المداني وغير ذلك رأى ما تمخذ عن هذا الاستشارة بأن يرفع بعض القضايا الخلافية إلى المجلس العلمي الأعلى ولو يحق في ذلك ممكن أمير المؤمنين أن يصدر فتوى دون اللجوء إلى المجلس العلمي الأعلى لكن أراد حفظه الله وأيده أن يفعل هذه المؤسسة التستورية اللي هي المجلس العلمي الأعلى لتجلوب ذلك في هذا الإطار طيب أين تكمن أهمية تكليف المجلس العلمي الأعلى بهذه المهمة وإشراك العلماء وفق مقاربة تعتمد فضائل الاعتدال والاجتهاد والانفتاح البناء خاصة وأن مدونة الأسرة لها خصوصية وتختلف عن باقي القوانين شكرا طبعا نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا في القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وللعمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن وتاويه له إذن فإرجاعوا الأمر إلى الهيئة العلمية العليا إلى المجلس العلمي الأعلى هو من صميم هذه القضية أي هو علاج لما وقع فيه لما وقع فيه من بعض الاختلافات في بعض الفرق وغير ذلك لماذا؟ لأن الذي يعلم بما يقوله ربنا سبحانه وتعالى وما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الإطار هم العلماء ونحن نفتخر بعلمائنا وعالماتنا ذكورا وإناثا في هذا البلد الأمين في المغرب العزيز نحن نعترفه بجهد علمائنا وباجتهادات علمائنا وبعمق الفكرة عند علمائنا وبالنظر الثاقب عند علمائنا وبالاعتدال والوسطية التي يتسم بها علماؤنا بل ويتسم بها مجتمعنا ولله الحمد من طاجة إلى القويرة ومن وجدة إلى الصغيرة شكرا لك السيد العربي المدنى الرئيس المجلس العلمي المحلي للربط شكرا لحضورك معنا وعلى كل هذه التوضيحات ترقب الله فيك ونفتح ملف الأخبار الدولية بملف الشرق الأوسط حيث تتوصل المعارك العنيفة في حي أشجاعية في مدينة غزة على التوالي ما دفع عشرات ألاف الفلسطينيين إلى الفرار وأفاد شهود عيان بأن غارة جوية عدة استهدفت مناطق مختلفة في قطاع غزة بينها مدينة غزة شمالا ورفح وخان يونس جنوبا وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تم صباح اليوم صد حوالي عشرين مقذوفا أطلقت من قطاع خان يونس وأضاف تم اعتراض عدد من المقذوفات وسقط بعضها في جنوب إسرائيل النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الموريطانية تعطي الفوز لمحمد ولد شيخ الغزواني الذي يفوز للمرة الثانية وقد تقدم الرئيس الغزواني على منافسه الرئيس بيرامده عبيدي بأكثر من 55% من الأصوات بعد فرز نحو 90% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية الموريطانية تصدر الرئيس المنتهي ولايته محمد ولشيخ الغزواني النتائج الأولية بفارخ كبير عن خصمه بيرام أدى عبيد الذي يحل ثانيا بحصوله على حوالي 22% من الأصوات وأعلن الغزواني أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تنشر نتائج التصويت هي الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية نشر النتائج فيما حضر أبرز منافس له اللجنة من التحضير لسرقة الانتخابات مشددا على عدم الاعتراف بهذه النتائج دعيا الشارع الموريطاني إلى رفضها وقد بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية حوالي 55% ولم تسجل أي حادثة خلال يوم الاقتراع وشكلت الحكومة الموريطانية مرصدا لمراقبة الانتخابات وهو ما اعتبرته المعارضة أداة للتلاعب بالأصوات ويرتقب أن تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات عن النتائج النهائية مساء اليوم تصدر أخصى اليمين الممثل في حزب التجمع الوطني الفرنسي الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة وذلك بقيادة جوردان بارديلا بنسبة 33.14% من الأصوات سجلت الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا المنظمة أمس نسبة مشاركة تاريخية بلغت نحو 70% التفاصيل مع مريم العفير أكثر من أي وقت مضى يقترب اليمين المتطرف الفرنسي من أبواب السلطة بعد تصدره الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التاريخية التي جرت أمس لتدخل فرنسا اليوم أسبوعاً حاسماً من التجاذبات السياسية وطبقاً لنتائج النهائية التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية هذا اليوم فقد حلت تجمع الوطني وحلفاءه في طالعة النتائج الأولى من هذا الاستحقاق بفوزه بنسبة 33.14% من الأصوات متقدماً بذلك على الجبهة الشعبية الجديدة التي تضم اليسار والتي حصلت على 27.99% فيما جاء معسكر الرئيس إمانويل مكهون في المرتبة الثالثة بفارق كبير بحصوله على 20.4% أي ما يقارب 6.5 ملايين صوت أمام هذه النتائج الاستثنائية ناشد رئيس الوزراء الفرنسي الناخبين بعدم إعطاء اليمين المتطرف ولو صوتاً واحداً في الانتخابات العامة المقرر الأحد المقبل خوفاً من مغبة تحقيقه غالبية مطلقة فيما أكد تزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين أن معسكر ماكرون تم محوه عملياً فلتصحيح المصار بعد الانتخابات الأوروبية كان الرئيس الفرنسي قد رهن على حل الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة لكن وبعد صدور النتائج بات مضطراً إلى إعادة بناء مصيره السياسي لذلك دعا إلى تحالف واسع في الدورة الثانية من هذه الاستحقاقات يكون ديمقراطياً وجمهورياً نظم المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس ببوسكورا الأيام الدراسية العلمية الأولى للمستعجلات بحضور الأساتدة والأطر الطبية ويضم عروضاً علمية وورشات تطبيقية حول دور قسم المستعجلات في العملية الاستشفائية خليد أسدون ومحمد العروي اجتمع الأساتدة بالأطر الطبية حول موضوع المستعجلات فاخترى البروفيسور بنانا موضوع قسم الحوادث والرضوح وما يعرف عند الأطباء بالتخوما سانتر كمشاءة طبية متخصصة في تقديم الخدمة الطبية الطارئة لقاء وضع الحضور عند المراحل التاريخي لتطور هذا القسم والتحديات التي تنتظرنا مستقبلاً في مجال المستعجلات الاهتمام أولاً بولوجية المريض مباشرةً إلى مدار العلاج ربما ما معاش الوطائق دياله وربما ما معاش تحت التعريف دياله إذن الأهم والموضفة اللي بكلفة باستقهال عندها شغل شاغي الواحد وكتحت تدعى سؤال واحد وفينا هو المريض غالباً ما يرتبط اسم المستعجلات بحالة الطوارئ لما له من علاقة بين تقديم المساعدة الطبية وأيضاً تدبير حامل الوقت نحن نتواجد بهذا بقسم المستعجلات التابع للمستشفى الجامع الدولي محمد السادس ببوسكورة أعطيكم مثالاً على تدبير هذا القسم من خلال تدبير الوقت في هذه الشاشة هناك رقم المريض الوافد على المستعجلات والساعة التي دخل إلى هنا وأيضاً كل المراحل التي يمر منها من خلال العمل الاستشفائي داخل هذا المستشفى يليج المرضى أو منهم بحاجة إلى المساعدة بغض النظر عن الإجراءات الإدالية التي تأتي فيما بعد مبدأ واحد تقوم عليه المستعجلات هو تقديم الخدمة الطبية بعيداً عن أي حسابة أخرى البروفيسورة بن ياز جمعت الطلبة الأطباء والمقيمين حول ورشة تطبيقية عرفت آخر المستجدات في تقديم الإسعافات عند الإصابة بأزمة قلبية الفرصة كانت من أجل تذكير الحضور بهذه التقنيات وكذا إعطاء ما جد فيها بحكم أن المجال متجدد ومتطور الناس اللي يخدمين في ميدان الصحة يقدر يقتصر حتى على جميع الناس يعني عامة الناس لأن الهدف من هاد الورشة هي تلقين للناس ذاك الليجست أو الحركات الأولية اللي يخصي يديرهم أي واحد إلا كان في صدد أو قريب لشي واحد اللي يجاتو سكتا قلبية يعني جميع الليجست أفاء أو الحركات اللي يخصي الواحد يديرهم باش ينقضل حيات هاد المريض نعمال ما كتخصي تاخدوه بيروماتي في الجامعة من ناحية طيبية وكذلك من ناحية الاجتماعية دياله والبسيكولوجية دياله وهذا يخصي تعاونه وتواكبه باش تقضيلوا ذاك المسائل الطيبية أولى الأيام الدراسية العلمية للمساجلات بالمستشفى الجامعي الدولي محمد للسادس ببوسكورة وضع برنامجه حسب الأولويات والأهمية هذه ورشة الفحص بالموجة فوق الصوتية والهدف منها التعرف على الجديد من أجل تقييم فعال للحالة الصحية للمرضى اهتمام هذه المشأة الصحية بمجال المستعجلات يأتي في إطار تطوير وتجويد الخدمات الطبية وفق المستجدات العلمية في المجال لمزيد من التوضيحات نربط والاتصال مباشرة من بوسكورة بالسيد محمد الطهيري طبيب مستعجلات بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس ببوسكورة مرحبا بك سيدي إذن أيام دراسية خاصة بالمستعجلات توحي بأهمية هذا القسم وسؤال ما هي النقاط التي ركزت عليها الورشات النظرية والتطبيقية بين الأساتذة والأطر الطبية وشبه الطبية السلام عليكم المستشفى الدولي الجامعي محمد السادس ببوسكورة تابع لمؤسسة محمد السادس العلوم الصحة نظم فعلا اليوم السبت الماضي الأيام العلمية للطب المستعجلات ومن خلال هذه الأيام تنظمت عدة ورشات ومحاضرات في طب المستعجلات التي تنظمت الفائدة طلبة الطب الأطر الطبية وشبه الطبية التي من خلالها تم تدارس آخر مستجدات طب المستعجلات وكذلك اختصاصات أخرى التي عندها علاقة مع طب المستعجلات بحل طب الأشعة، طب العظام والمفاصل، طب الجراحة العامة، الإنعاش والتخدير ومن خلال هذه الأيام تم تسليط الضوء كذلك على الدور الفعال لطرومة سنتر أو ما يعرف مصلحة الرضوخ والكدمات في دور ديالو في المنظومة الاستجالاتية بالنسبة للمرضى المستعجلين شكرا لك السيد محمد الطاهري طبيب مستعجلات بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس ببوسكورة، كنت معنا مباشرة من بوسكورة، نشكرك على كل هذه التوضيحات إذن بعد ظهر اليوم تتجه الأنظار إلى الملعب الكبير بمدينة أغادير لمتابعة أطوار المباراة النهائية لمنافسات كأس العرش لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 المنافسات تجمع بين الجيش الملكي والرجاء الرياضي الجيش الملكي صاحب الرقم القياسي بـ 12 لقباً الذي لعب 18 مباراة نهائية ضيع لقب الدوري ويسعى للتعويض في منافسات الكأس فيما فريق الرجاء صاحب 8 ألقاب يبحث عن تكريس تفوقه في الدوري وتحقيق إزدواجية تاريخية خالد الرغوت الملعب الكبير مدينة أغادير سيكون مجدداً على موعد مع طبق كرويشه من خلال المواجهة التي ستجمع بين قطبي كرة القدم الوطنية الجيش الملكي والرجاء الرياضي في كلاسيك نهائي كأس العرش مواجهة من العيار التقيي ستكون متيرة وملئة بالتحديات سيسعى من خلالها كل فريق للضفر بلقب النسخة 67 لكأس العرش في كرة القدم فريق الجيش الملكي بتاريخه الحافظ في كرة القدم الوطنية وصاحب أكبر عدد من الألقاب في كأس العرش سيبحث في هذا النهائي على التتويج ولا شيء غير ذلك من أجل التصالح مع جمهوره والتعويض عن ضياع درع البطولة الوطنية لهذا الموسم في الجولة الأخيرة لحساب منافسها الرجاء الرياضي البيضاوي الفريق العسكري إذن أمام فرصة لا تعود من أجل إنهاء هذا الموسم بلقب غالي يتوج به الموسمه الكروي ويزين به خزانته المليئة بالأرقاب من جالبه فريق الرجاء الرياضي البيضاوي الذي لا زال يعيش على نشوة ستويجه بدلع البطولة الوطنية يدخل نهائي كأس العرش بطموح ومعنويات كبيرتين لإضافة لقب كأس العرش لهذه السنة وبالتالي يكون قد حقق موسما استثنائيا رفقة مدرب ألماني جوسيف زينباور حيث لم يتلقى أي هزيمة طيلة هذا الموسم فريق الرجاء الرياضي البيضاوي بمسار أكثر من رأي هذا الموسم سيعمل على الضفر بلقب كأس العرش وذلك للمرة التاسعة في تاريخه من أصل 14 مرة وصلت فيها للنهاية كان آخر السنة الماضية عندما خسر أمام النهد البركانية وبالتالي مشاركة غريمي الوداد في نفس عدل الألقاب مواجهة تعيد بشيء كثير وبلا شك استمتع جمهور الفريقين بمباراة مشوقة سيكون الفيز فيها للفريق الأكثر استعدادا بدنيا ودهنيا جماهر الفريقين مطالبة في إنجاح هذا الحدث الرياضي بالتزام بالروح الرياضية وتجنب أي التصرفات قد تسبب في أعمال الشغب إلى التذكير بالعناوين الإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى لبعض المقترحات المرتبطة بمدونة الأسرة تنبثق من اختصاصات إمارة المؤمنين وتكرس فضاء إلى الاجتهاد والاعتدال من أجل المصلحة الفضلة للأسرة المغربية بيبوسكورة ينظم المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس الأيام العلمي الأولى للمستعجلات عروض علمية وورشات تطبيقية بحضور أساتذة وأطر طبية حول أهمية دور قسم المستعجلات في العملية الاستشفائية الملعب الكبير بأجادير يحتضن بعد ظهر اليوم المباراة النهائية لنيل كأس العرش مواجهة بطعم خاص فريق الجيش الملكي لتدارك ضياع لقب البطولة والرجاء لتحقيق الازدواجية شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة